السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تابعيني الأعزاء في قناة ناني لايف إزايكم وعملين إيه يا رب تكونوا بصحة وسلام وسعادة وحب إن شاء الله النهاردة هنتكلم على التخاطر وحاجات كتير جدا عليه هنتكلم على أنواعه هنتكلم على التمرين للتخاطر وإزاي بنعملها وبتبقى وبتاخد مننا وقت قدقيل إزاي تعرفي إن في شخص بيعمل تخاطر لك إزاي تعرفي هل هو استقبل هل الشخص اللي أنت بترسلي له التخاطر وبترسلي رسالتك له بتعملي معه تخاطر هل هو استقبلها بالفعل ولا لأ النهاردة هنتكلم في كل المواضيع دي الخاصة بالتخاطر وهنشرحه كاملا إن شاء الله بس ما تنسوش قبل ما ابتدي اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة سابسكرايب ويفعل الجرس للكل عشان يوصلوا كل جديد وما تنسوش اللايك لو سمحتوا عشان بيفرق معي كتير جدا ويريد تشيروا الفيديو على أكتر حاجة ممكن تشيروا عليها يعني على كل الجروبات على كل شي علشان يوصل لكل إن شاء الله وكل يستفيد هنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم أولا كلمة تخاطر دي نشأت من اللغة اليونانية وبتعني المسافة والشعور طيب التخاطر مش أكتر من إنه إرسالات وإشارات حسية معينة من شخص لآخر والتخاطر طبعا هو عبارة عن اهتزازات كهرومغناطسية قوية ومؤسرة وطبعا بتأثر على الشخص الآخر هنقول المرسل والمرسل إليه طيب هنخلي الطرف الآخر المرسل إليه تمام؟ هنجي نقول هنا إيه هو التخاطر؟ هو قدرة على نقل مشاعرك بالاعتماد على خيالك يعني أنت النهاردة عايزة توجيهي رسالة للطرف الآخر اللي هو المرسل إليه دون استخدام أي وسائل مثلا زي السيروشيال ميديا زي الواتساب والتليفون والكلام ده كله فحايزة تبعثي له ميسج الميسج دي هتوصليها بالاعتماد على خيالك تمام؟ والتركيز القوي جدا وهقول لكم التمارين هنعملها إزاي طيب التخاطر هو نوع وشكل متقدم من الإدراك الحسي وتقدر يتعرفي من خلاله هل الطرف ده بيحبك فعلا ولا لأ وبيتجهلك نفسيا ولا لأ مبدئيا هنشرح أنواع التخاطر هم ثلاث أنواع وهقول لكم أهم نوع فيهم هيكون إيه طيب رقم واحد في التخاطر النفسي وده بيعتمد على استخدام العقل وده بيستخدم للشخصين اللي بيكونوا فاهمين كويس جدا يعني إيه تخاطر وفاهمين كويس جدا إيه اللي بيحدث أثناء التخاطر يعني من العلامات والأحسيس والمشاعر بتاعت التخاطر لازم يكونوا الاتنين على وعي وإدراك فهم من الموضوع ده يعني لازم يكونوا فاهمينه يعني الطرف المرسل والمرسل إليه أو الراسل والمرسل إليه هما لازم الاتنين يكونوا بيعرفوا يعني إيه تخاطر يعني ما ينفعش تيجي النهاردة تبعاتي لشخص ما وهو ما عندوش خلفية بيعني إيه التخاطر خلاص؟ طيب النوع التاني وده التخاطر الغريزي وده طبعا بيعتمد على تأثيرات الطاقة للأجسام وده بنعتبره التخاطر لشبهها حقيقي قريب من الحقيقي جدا لأن كل الكائنات الحقيقة بتعتمد على الغريزة تمام؟ طيب النوع التالت وهو التخاطر العقلي والتخاطر العقلي ده أعلى أنواع التخاطر وأهمهم وده أثناء عمله بنستخدم العقل الدماغي يعني والروح في نفس الوقت مع بعض وهنا بينتقل الشخص بين العالم الروحي اللي هو البعض الخامس وبين العالم المادي البعض التالت تمام؟ وده اللي بيتسمى التخاطر بالاتصال والاتصال الروحي أوكي؟ طيب إزاي إحنا ممكن نعرف هنا أشكال عديدة للتخاطر زي مثلا صور أو أصوات بنسمعها أصوات ما بتبقاش مفهومة بس بنعرف في اللحظة دي أن فيه تخاطر من الطرف الثالث لأنه بيبقى الشخص على وعي تمام؟ بيبقى فيه عن طريق منام أو رؤية في منامك برضو بتحسها فيه رسالة بطريقة ما من شخص ما بيجي لك وبيقول لك فأنت هنا بتعرف أن فيه تخاطر لما بتجي لك رسالة فجأة يعني فجأة أنت مثلا مجغولة أنا طبعا بتكلم بلغة الأنسة ولكن هو كلامنا الأنسة أو الذكر عموما يعني ولكن هنشرح بقى بالنسبة لأن أنت مثلا مشغولة دلوقتي وقعدة في شغلك أو في بيتك المهمة يعني مش بتفكري في الشخص ده خالص ومش على بالك وإسفجأة تحسي أن أنت مرة واحدة جي في ذهنك أو قدام عينيك أو بتفكري فيه أو رسالة جات لك منه زهنيا داخلك رسالة شوء رسالة عتية برسالة محبة يعني وتفرق اللي بتجي لك أنت اللي بتستقبلي فأنت قريدي بتترجميها وبتعرفيها كويس جدا وإشارات برضو بيمكنك برضو أن أنت تفهميها بتجي لك عبارة عن إشارات برضو قدام منكم يعني كتير من الناس تقولي أنا بشوف ريش أنا بشوف مش عارفة إيه دي رسالة ملائكية والرسالة الملائكية دي بتجي لك عن طريق إشارات لو مرة واحدة حسيتي أن دي جاية من الشخص كذا فطبعا الشخص ده أول ما بيجي في تفكيرك فتلازم تعرفي أن هذا الشخص فعلا بيعمل تخاطر معيك دي الأشكال اللي بتبقى بالنسبة للتخاطر طبعا خلينا متفقين جدا أن علم التخاطر ده يعني التخاطر ده ليه علم خاص به يعني هو سوري مش علم التخاطر هو بقى التخاطر عموما ليه علم خاص بيتدربوا عليه يعني لازم تعملي تمانين وتدريبات كتير جدا عشان تقدر يتوصلي إلى أن أنت تعملي تخاطر صحيح طيب فيه ناس بتتولد وبتطلع هي مهيأة من عند ربنا سبحانه وتعالى أن هي بتقدر عندها المقدرة على التخاطر وعلى الجذب كمان بيبقى عندهم قدرة على التخاطر وقدرة على الجذب رهيبة جدا ودي بتبقى من عند ربنا طيب إزاي أعرف بقى أن الطرف الآخر أو أي شخص بيتخاطر معي سواء بقى الهارب في علاقة طوقم الشوال عشان كتير بتسئل على الموضوع ده أو أي شخص بقى حوالين منك أنت بيجيلك في ذهنك مرة واحدة هزا الشخص فتعرفي أنه هو طيب لو أنت بتقابلي الشخص ده قدام منك لو شفتيه مثلا من هنا بتبتدي عشان تعرفي إذا كان هو اللي بيعمل تخاطر فعلا ولا لأ وتحددي شكك يعني تبتدي النهاردة أول ما بتشوفيه بتبتدي تسبتي عينك في عينه تسبتي عينك في عينه المدة من 15 إلى 20 ثانية الشخص ده اللي انت شكتي فيه لو هو فعلا بيعملك تخاطر هتلاقيه ارتبك ووشه كده أحمره وبقى عنده توتر وبتدي يلعب في صوابعه وفاهمين في صوابع إيديه يعني هيبقى عنده توتر ومرتبك جميد جدا من هنا تعرفي إنه هو ده اللي بيعمل تخاطر ليكي أو توارد التخاطر توارد الخواطر مع بعض طيب تاني حاجة لازم بتحاولي إن أنت ترقبيه ترقبيه نظراته ترقبيه حركات جسمه حركات راسه وهو لما بيقعد قريب منك هو دايما الشخص اللي بيبقى بيعمل تخاطر بيحاول التقرب منك أثناء الجلوس لو أنتوا قاعدين وسط أصدقاء يعني أو في شغل أو في أي مكان هو بيحاول إنه هو يكون قريب منك طيب علشان تعرفي إذا كان هو بيعملك تخاطر ولا لأ زي ما قلت لكم بعد تثبيت النظر بتيجي بعد كده الخطوة الثانية إن أنت بتبتدي ترقبيه حركاته ترقبيه نظراته هو بيبص الفين لو لقتي بيركز عليكي وبيجيب العين في العين وبيحاول يبص عليكي وإنتي مش واغد بالك فأنتي لازم تتأكدي تماما إنه هو بيعملك تخاطر في نقطة مهمة جدا لازم أقولك عليها علشان ينجح معاك التخاطر ما ينفعش تعملي تخاطر لحد أنت already ما شفتهوش على الأقل لازم تكوني قابلتي مرة في حياتك لازم تكوني شفتيه فيستو فيس قدام منك تمام؟ فده مهم جدا جدا عشان يكون التخاطر عشان التخاطر ينجح معاك يعني ما ينفعش تيجي تقولي لي أنا ما قابلتش الشخص ده ومعرفوش بس عايزة أعمله تخاطر مش هينفع بقوة التخاطر مش هتقدري توصلي لي بطريقة معينة أو بطريقة قوية ولكن حاولي بس اللي بينجح أكتر أنك لازم تكوني على الأقل أنك قابلتي في الحياة ولو مرة واحدة طيب أحنا بنقول أن التخاطر ليه تدريبات ليه التدريبات المستمرة ليه بتخليه تقدروا تستقبلوا الترددات وترسلوا بشكل واضح وصريح ليه؟ علشان بترسلوها في أي وقت مش شرط بقى هيبقى أثناء النوم عشان كده بنقول لازم العايز يعمل تخاطر صح يتدرب عليه كتير طيب ليه بقى بنقول كده؟ لأنه ممكن ما يبقاش أثناء الليل بس ممكن نيبقى أثناء النهار تقدر تعمله أو تبرمج العقل الواعي أنه هو يبتدي يستخدم التخاطر ويعمل التخاطر يبقى فيه استقبال رسائل وترجمتها على طول وبرضو ترجمت يعني ما يبقاش ترجمت العقل بباطن بس لأ ما يبقى برضو العقل الواعي هو بيترجم معيك أوكي؟ سواء بقى صور سواء أصوات سواء أحداث سواء مشاعر بتيجي وأحسيس ده برضو كله هتقدروا ترجموه عن طريق التدريب طيب التواصل الروحي إيه هو؟ التواصل الروحي في المنام هو التخاطر هو التخاطر نفسه عشان كان فيه أحد المتابعات بتسأل التواصل الروحي والتخاطر التواصل الروحي بيبقى هو هو تخاطر نفسه في المنام يعني بتقدروا تتواصلوا كأرواح مع بعض وده اللي بيضمانوا انتقال وتبادل الأفكار والطاقة والمشاعر ولكن خلال النوم ما بيبقاش أثناء ما أنت بتكوني صاحي أو أنت بتكون صاحي أثناء النهار يعني بيبقى ترجمته أثناء النوم وطبعاً أنتوا بتشاهدوا كل المشهد كامل ولكن لازم ده بيغضع بقى للتفسيرات التخاطر واشروطه وازاي بتقدروا تعملوه كتدريبات برضو عشان تقدروا توصلوا أن انتوا تترجموا الإشارات اللي بتجيلكوا من طاقة ومشاعر وأفكار في المنام طيب في حاجة تانية برضو تقدري تعرفي بيها الشخص ده لو برضو أنت بتقابليه تقدري تعرفي هل هو عمل تخاطر ولا لأ برضو ممكن تتتوبي بطريقة عشوائية كده قدامه بس طبعاً بالتمثيل يعني مش هتجيلك التساقب مش هيجيلك في نفس الوقت ولكن تحاولي تعملي أن أنت بتعملي تساقب أن أنت بتتتوبي وانت بتبصي في عينيه أهم حاجة أن أنت تكوني مركزة في عينيه في نفس الوقت لو هو التاوي معيكي التساقب معيكي في نفس الوقت أو بعد منك على طول مباشرة لازم تعرفي أنه هو ده فعلاً عمل تخاطر ليك وأن فيه توارد خواطر ما بينكم وبين بعض طيب فيه برضو لما قلنا أنه برضو أنه وانت زي ما قلنا في شغلك في كذا في كذا فأنت برضو طبعاً لازم تفكره كويس جداً أن أنت لو افتكرتيه مرة واحدة تعرفي أنه هو برضو من ضمن العلمات اللي قلتها لكم أنه هو كده فيه تخاطر من الشخص ده تمام؟ يبقى في نفس اللحظة هو بيعملك تخاطر أول ما بيجي في دماغك بتعرفي أنه هو في نفس اللحظة بيعملك تخاطر وبيبعتلك ميسج معينة وبيناء عليها طبعاً أنت بتترجميها طيب أهم حاجة بقى نعمل التخاطر إزاي؟ أول حاجة هتحددي الشخص اللي أنت عايزة تقومي معايا بالتخاطر اللي هو المستقبل المستقبل رسالتك تمام؟ وزي ما قلت لكم أنه أنتوا لازم تكونوا على الأقل تكونوا شفتوا ولو مرة واحدة بس في حياتكم يعني ماشي يعني لازم تكونوا شفتوا بعض مش شرط بقى تكونوا شفتوا بعض وبتشوفوا بعض على طول لا ممكن تبقى بعض عن بعض وده الأفضل طبعاً أن أنتوا تكونوا ما بتتقبلوش بنظام بانتظام يعني أو بنظام متكرر يعني حطين مثلاً جدول كده أن احنا بنتقبل يوم الويكيند بتاع؟ طيب هتبداي تمرينك بعد ما بتحددي الشخص ده بتبتدي أن أنت تعودي في مكان هادي جداً 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 وتكوني مسترخية تماماً وياريت الملابس تكون فتفاضة الكلام ده سواء رجل أو أنسة أنا بتكلم عموماً تمام؟ تعودي في مكان هادي ممكن تشغل الميوزيك هادية خالص كلاسيك وتكون مريحة يعني ما تعمل لكيش زعيج ما تشتتكيش أهم حاجة عدم التشتيت الملابس ما تكونش ضيقة عشان التنفس عايزاكوا التنفس شهيك وزفير عايزا شهيك وزفير استنشاء ببطء ببطء جامد وطبعاً زي ما قلتلكم قبل كده الشهيك أثناء ما بنيجي نعمله لازم البطن تكون للخارج طيب الشهيك وزفير هتبتدي تستنشكي وبعد كده تبتدي تحبسي أنفاسك لمدة أربع خمس كده تعادي وان تو سري فور فايف كده خمس تعادي على صابع كده خمسة مثلاً وتقومي مطلع الزفير طيب ببطء بكامل البطء تمام لغاية ما تحسي أن انتي أورادي تم الاسترخاء جداً تمام واسترخيتي والدنيا تمام ابدأي زي ما قلنا تركزي على الشخص ده وتغمضي عنيكي ولو انتي بالنهار ممكن تلبسي نظارة شمس سودا بحيث أن انتي برضو ما يبقاش فيه تشتيت وتبتدي تسترجعي كده وتتخيلي كأنك قاعدة بتتفرجي على فيلم وشاشته كبيرة جداً كأنك في حديقة مثلاً والورد والزهور حوالين منك بألوان متعددة ألوان بقى زي ألوان الشاكرة ألوان الشاكرات السابع زي مثلاً الأحمر والبرتقاني والأصفر والأغدر والأزرق والبنفسيجي واللبني يعني كل الألوان دي اللي هما السبع ألوان كأن قدام منك ظهور أو الشجر بالألوان دي تمام؟ وبتدي بعد كده ركزي ذهني كويس جداً مع الشخص ده استدعي الشخص ده زي ما بقولك كده جوة الحديقة دي وابتدي اتكلمي معي تليفونه مثلاً هيكون هاتفه هيكون بعيد هيروحي ياخد هاتفه مثلاً ويبتدي يتكلم معيك تبتدي توجهي له الرسالة تكوني طبعاً محضرة الرسالة بتاعتك وتبتدي تبلغي هاله طيب مش عايزة أن يبقى فيه لازم تفرقوا ما بين وانا بقولك ركزي كويس في الشخص وما بين إنك يحصل توتر عايزة تركيز على الشخص وعلى حواسك ولكن بدون عدم استرخاء لازم تكوني مسترخية تماماً حاول إن دايماً معظم الرسال اللي بتوصليها ليه تكون رسال إيجابية يعني بلاش تكون رسال سلبية طيب ناس كتير بتسأل احنا نعمل التخاطر ده كم مرة في اليوم لا التخاطر ده ممكن تعمله مرة أو مرتين في اليوم تمام وتبتدي تكرره من خمس لسبع أيام يعني من خمس أيام لأسبوع ويفضل طبعاً أسبوع بحيث إن اللي لست بيتدرب على التخاطر يعمله لمدة أسبوع طيب نعمل التخاطر إمتى ده الوقت اللي انت بتحدده أو اللي انت بتحدديه لسبب الوقت ده اللي بتكوني مسترخية تماماً فيه ما عندكيش قلق ما عندكيش شغل ما عندكيش دوشة في البيت ما عندكيش دوشة حوالين منك في المكان اللي انت بتختاريه لازم يكون من المعاد اللي يعني سي هنعمله الساعة 10 مساءً يبقى الساعة 10 مساءً يبقى يومياً لمدة الخمس أيام أو الأسبوع زي ما قلنا يبقى بنعمله في نفس المعاد ده مهم جداً جداً انك تثبطي المعاد اللي بتعملي فيه التخاطر طيب في نفس الوقت حاولي ان يكون التخاطر ده في توقيت يكون الطرف الآخر ممكن يستوعبه تمام؟ بمعنى ان ما يبقاش مثلاً هتقولي لي طب أنا ازاي هعرف التوقيت ده لا أكيد بتعرفه يعني أكيد مثلاً بتعرفه يعني مثلاً لو ابتديت تعملي التخاطر ده هقولك ودي حاجة كويسة جداً ودي أنا جربتها بكتير حوالين مني أصدقائي عملوا التمرين بالطريقة دي كانوا بيعملوا التمرين أثناء ما يكون الشخص نايم أو هم متأكدين ان هو في التوقيت ده نايم تمام؟ فبيبتدي عن طريق الأحلام أوكي هو بيشوف عن طريق الأحلام أو بيصحى وبيحس بالشخص حالين منه أو بيسمع الصوت زي ما قلنا يعني فيه أساليب كتير متعددة عن طريق التخاطر بقوة تركيزك أنت وقوة خيالك طبعاً لازم وانت بتركيزي على الشخص ده لازم تكوني مركزة كويس جداً ومستدعية شكله في دماغك تماماً يعني شكله ونظراته وحركاته كأنه قاعد قدام منك كأنه جنب منك كأنه واقف معاكي تمام؟ زي ما قلنا كده طريقة جلوسه وشعره تسريحة شعره شكله لبسه عينيه بيبص إزاي نظراته كل ده لازم تستدعيه جوه خيالك وتركيزي كويس جداً بس ده كله مع الاسترخاء لازم تكوني مسترخية كويس جداً يعني ما يكونش فيه حاجة بتشد أعصابك طبعاً كأنك قاعدة قدامه بالزبط وكأنك قابلتيه بالزبط فأنتي لازم تطلعي مشاعرك وأحاسيسك عند تخيولك يعني تتفعلي مع التخاطر عشان يوصل المشاعر والأحاسيس له طبعاً عايزة أقولكو حاجة مهمة جداً إن اليوجا اليوجا مهمة جداً جداً وبرضو من خلالها تقدري تركيزي وترسلي رسالتك للطرف الآخر وبيكون ذهنك كمان مرتاح يعني بيكون ذهنك مرتاح وما فيش تفكير أثناء ما تكوني بتعملي اليوجا التأمل التأمل الحاجة جميلة جداً وإنتي بتعملي الشهيك والزفير التمرين ده وإنتي مسترخية تماماً فبيبقى كويس جداً لكي بس أثناء ما بتبتدي تستدعي الشخص لازم تكوني مغموضة العينين أو إن أنتي لابسة ندرسه ده زي ما قلتلكم تمام؟ عشان ما يحصلش تشتيت طيب هنيجي النقطة إزاي تعرفي إن الشخص ده نجح معاه التخاطر بتاعك هتلاقي منه يا إما مكالمة تليفون يا إما مسج يا إما دخل ابتدي رأبك على السوشيال ميديا ابتدي تشوفيه إنه هو بيرأبك بالفعل ابتدي يحطلك تعليقات على السوشيال ميديا ابتدي يعملك لايكيز على بوستاتك هتبتدي هتلاقي اللي هو هينزل ستوري أنتي مبينك ومبينه فيها إشارات معينة كل ده ممكن يحدث بعد التخاطر من هنا تعرفي إنه هو استقبل التخاطر وإنه هو نجح معاه بالفعل ممكن هتلاقيه لو هو بيكلمك هتلاقيه فيه سقع عمياء مبينه ومبينك وهيبقى بيثق فيكي هيهتم بيكي وبقى فعالك وانتي نزلت إيه على السوشيال ميديا اللي ستوريز بتاعتك اللي نزلتيها هيبتدي يتابعك هيبتدي يكون مهتمة تعليقاتك من هنا هتعرفي إن الموضوع تخاطر نجاح معاه ويلا بالتوفيق ليكم ما تنسوش لايك بليز ما تنسوش تشيره كتير والمشاركش في قناة يشترك يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر